مارسل كولر حقق طبعا إنجاز كبير مع المنتخب النمساوي بصعوده في سنة 2016 لليورو وكان إنجاز كبير بالنسبة للمنتخب النمساوي أيضا هو الآن مع نادي الأهلي بحقق طفرات شايف مارسل كولر إزاي نقاط قوة الراجل ونقاط ضعفه إنجاز التعبير يعني دائما ما أتحدث بشكل إيجابي عن مارسل كولر أنا أعرفه جيدا عقلية قوية تسعى دائما لتحقيق الألقاب أنا أعتقد هو مهم بهذه العقلية في عالم كرة القدر مدرب يسعى دائما للأفضل يسعى دائما لتحقيق الإنجازات وهو يمتلك حظ كبير إنه في هذا العام أحضر أو أحرز بطولات كثيرة مع النادي الأهلي وهذا شيء عظيم جدا وأسعى دائما لمارسل كولر هل تتبع مارسل كولر وأداءاته ونجاحاته حاليا مع النادي الأهلي للأسف في النمسا ليس لدينا كل الإمكانيات أن أشاهد مباراة النادي الأهلي أو مارسل كولر ولكن دائما ما أقرأ وأتابع في الأخبار وأتابع أخبار مارسل كولر